شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الاستمرارية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على نحو مستدام وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطعة جاء ذلك خلال استقباله لفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدوا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فضلا عن تكثيف التعاون والتنصيق القائم في مختلف المجالات لسيما العسكرية والأمنية في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الموقف في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد مؤكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول إلى نهج أحياء مصار السلام على أساس حل الدولتين التي تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن أخذ في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته كما تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حيث شدد السيد الرئيس على أهمية الاستمرار في إصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع